السلام عليكم أستاذ هيني السؤالي هو إحنا الآن في 2018 فهل دورة الكليكبانك نقدر أن نشتغل بها ونستخدمها لليوم في 2018 وهل نقدر مازال نشتغل بتجارة الدومينات أرجو من حالتك أن أنت ترد بشكل سريح حتى نبدأ إن شاء الله فورا بالتنفيذ وشكرا جدا لكل ما تقدمه والمصدق يتقدم تبقى في خير بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الرقم 178 فئاس كهاني معكم هانيحسين هانيحسين.com شكرا جدا إليك أختي على أسئلتك طيب أختنا الكريمة سألتنا سؤالين سؤالين حلوين السؤال الأول خاص بدورة كليكبانك اللي أعتقد أني أجبته سابقا لكن حتكلم فيه بشكل مستفيد أكتر إن شاء الله علشان أي حدا بيسمعنا يستفيد والسؤال الثاني ما بيوصلني كتير سؤال حلو جدا وإن شاء الله برضو حأفيدك فيه بقدر استطاعتي طيب سؤال أول سؤال أختنا ببساطة دورة كليكبانك قديمة من ثلاث سنوات هل أبدأ فيها ولا لا إيش رأيك هل أنت الأسلوب اللي سويته حتى الآن موجود وشغال ولا لا طيب أتكلم شوي عن الخطة اللي واحد يبنيها بالنسبة له في أسلوب العمل حتى لما يفكر يبدأ في شغل يكون الأمور عنده تمام دائما لما تفكر في بناء بيزنس بدك تبدأ بيزنس أوكي لازم تفكر في أسلوب العمل هل هو يحي ناسبك أو لا الآن أي دورة أنا بحطها هي مش طريقة ربحية هي أسلوب عمل سواء دورة كليكبانك القديمة 2015 أو دورة كيف أبيع موقع آدس سنس أو حتى الدورة الجديدة الخاصة بالأفليت ماركتينج اللي أنا حطيتها جديد في الموقع هاي أسليب عمل مش طرق ربحية تمام وهاي الأسليب أنا بشتغل فيها فمستحيل أحط دورة إلا أكون فعلا جربتها بإيدي وشتغلت معي تمام إلا أن أختنا الكريمة بتحكي أوكي شتغلت معاك بال2015 الآن بتشتغل معاك ولا لا طيب أسلوب عمل دورة كليكبانك 2015 بيعتمد على وجود موقع هذا الموقع من نوع مواقع المحتوى يعني في محتوى يعني لازم تحط في بالك أنه أيوة أنا بدي أكتب محتوى أسلوب الموقع بيعتمد على وجود زوار بشكل جيد جدا من جوجل وهذا يعني بديك تدير بالك وتكون يعارفة إيش يعني SEO وتهتم بالSEO الآن هل الSEO تغير من 2015 حتى اليوم؟ نعم طبعا تغير لكن إحنا نتكلم عن أسلوب فالأسلوب ما زال يعمل لكن في أمور داخلية أكيد تغيرت مثل الSEO أكيد تغير طيب الآن بما أنه إحنا نزوار من جوجل إذن لازم تعرفي أنه أيوة أنا لازم أتعلم أو أكون أعرف آخر أشياء موجودة في الSEO أشياء كويسة موجودة في الSEO تمام؟ الآن أسلوب الدورة بيعتمد على أنه في نوعين من المحتوى اللي حنحطه محتوى أنا سميته محتوى مباشر تسويقي مباشر يعني محتوى بيعتمد على كلمات مباشرة واضحة جدا من الناس في جوجل الشخص اللي بيكتب اسم المنتج بذاته اللي أنت بتسوقيله أو الشخص اللي بيكتب الرغبة أو الاحتياج بذاته يعني أنا أريد كذا حل مشكلة كذا أنت بتحكيله أوكي هاي ريفيو أو هاي محتوى يقدم لك الحل مشكلتك اللي أنت طلبتها النوع الثاني حكينا عنه اللي هو الغير مباشر اللي هو أوكي أنا مهتم في كذا ماشي اقرأ عن هذا اهتمامك وفي نهاية القراءة أنا أعطيك توصية حلوة جدا لا إشي برضو هيخليك أحسن في هذا الاهتمام هو هذا مبدأ كامل للموقع المبني بأسلوب دورة 2015 طيب هل هاي المواقع شغالة؟ نعم أنا عندي مواقع لسه بتربح بنفس الأسلوب لكن وهاي يحطي لكن تحتيها ثلاث أربعة خطوط هيك لكن بالتأكيد من ثلاث سنوات تغيرت أشياء كتير يعني الاس اي او اللي شرحته في تلك الدورة أكيد مش هينفع الآن أو هيكون أصعب بكتير لأنه الاس اي او تغير الدنيا تغيرت الباخلينكات تغيرت فأنا بنصحك لو بدك تشتغلي في أسلوب كليك بانك اشتغلي لكن انتبهي للأمور اللي تغيرت اللي تطورت الاس اي او صعوبة إيجاد منتجات جديدة ممكن الناس يدوروا عليها مثلا الفيديوهات صارت الآن أهم من سابقا الفيديوهات صارت الناس بالنسبة إلها تشوف تجربة الآخرين بذلك المنتج عبر الفيديو أهم بكتير وأحسن بكتير من الكتابي فلو تعرف تعملي فيديو بيكون أحسن وأحسن فأفهمي عليها هاي الأمور هي اللي تغيرت إلا أنا إذا بدك نصيحتي إذا أنت مبسوطة أو أنت شايفي نفسك إنه أنا مناسب جدا إلي موضوع المواقع والمحتوى وزوار جوجل والفكرة نفسها تمام؟ أنصحك إنك تستخدمي أسلوب دورة كيف أبيع موقع AdSense نفسها بالضبط اللهم بدل ما تحطي AdSense حطي أفليت هي هاي بدل ما تحطي AdSense حطي منتجات كليكبانك بدل ما يكون المحتوى كله محتوى معلوماتي لا أخليه في محتوى معلوماتي ومحتوى تسويقي مراجعات ريفيوهات أوكي اللي هو زي دورة كليكبانك لكن بنفس الأسلوب أوكي بالنسبة لي أنا لما كنت أعمل دورة لما عملت بالـ 2015 كانت فعلا هكذا المواقع عندي تشتغل مع الأفليت ماركتنج هيك كنت أعمل أعتمد جوجل ومواقع محتوى وكلمات دلالية مباشرة وغير مباشرة ورفيوهات وفيديوهات ومصادر إعلانات في فيسبوك ومثل ما شرحتها بالضبط بتلك الدورة لكن حاليا لأ بصراحة حاليا المواقع كلها مش إني بعتها لأ بس المواقع كلها غيرت استراتيجيتي وصرت أستخدمها في منها بطريقة كيف أبيع موقع AdSense وفي منها بطريقة الأفليت ماركتنج الجديد اللي هي عن طريق الفانيلز عن طريق ما أكتب محتوى كتير بل أخد إيميلات وأدخل الناس في فانيلز بحيث إنه تزيد عندهم مراحل الشراء وينتقلوا من مرحلة لمرحلة وإيميلات وسيكوانس وهي الأمور كلها تمام؟ اللي هو اللي شرحته بدورة الأفليت ماركتنج الجديدة تمام؟ فأنتي عندك الخيار بدك موقع بمحتوى اعملي دورة كيف أبيع موقع AdSense لكن بدل ما يكون المصدر ربحي AdSense خليه أفليت ماركتنج خليه منتجات ClickBank تمام؟ بنفس الفكرة بنفس الفكرة بمقالات معلوماتية مقالات كلمات مباشرة كلمات غير مباشرة رفيوهات نفس الفكرة بس اللهم الأسلوب كله يعني بدل ما تحضر دورة 2015 احضر دورة كيف أبيع موقع AdSense هو هذا اللي بديه مني كنا ونعم شغاله تمامه 100% حتى الموقع اللي أنا بعمل في تلك الدورة حالياً يعني بيجيب لي مبلغ يومي كويس من AdSense على أساس أنه AdSense وأنا أصلاً عامله AdSense علشان أبيعه لأنني أنا لو عملته أفليت حيربحني أكتر بس هي كانت الدراسة هدفها أنه أنا أبيعه فأنا بديه AdSense هي هاي الفكرة يعني يعني فما تفكر أنه إذا انتهي هاني عامل موقعك AdSense فأنا مش هحطه أفليت أكيد الأدسنس أحسن لا مش أحسن أنا هدفي أني حطيته AdSense علشان في النهاية أبيعه هذا بالنسبة للسؤال الأول وهاي أنا حكيت لك إيها بكل صراحة ما تستخدمه أسلوب 2015 كما هو بالضبط الآن الأسلوب نفسه ناجح لكن فيه تغييرات بالأمور اللي مش بإيدي ولا بإيد أي حدا الأمور التقنية الأمور التغييرات اللي بتصير في الديجتال ماركتينج بشكل عام يعني الإس إيو صار أصعب وبالتالي استخدام نفس الإس إيو القديم مش هينفع بدك تستخدمي أدوات أقوى بدك تهتمي بكلمات معلوماتية لأنه جوجل بطل يأخذ على الكلماته بس لا صار يأخذ السيرتش إنتينت صار يأخذ صار يفهم أنت شو قصدك بالبحث وعطيك معلومات ممكن ما تكون نفس الكلمات دالي أنت كتبتيها وهذا كله أنا شرحته بدورة كيفية بموقع AdSense فهاي الأمور تغيرت وبالتالي الأسلوب ناجح لكن هاي الأمور هي اللي بدك تنتبه عليها علشان هيك الأفضل أنك تشوف الدورة الثانية والطبقيها هي لكن بالأخذ عن الاعتبار أنه أنا ما بحط AdSense بدي أحط Click Bank أنا عارف أني حكيت كتير هل الموضوع طيب الآن بالنسبة للسؤال الثاني الدومينات الدومينات عمرها ما رح تخلص يعني موضوع متادرة الدومينات عمره ما رح يخلص لأنه إشي قيم إشي فيه ناس بتدفع عليه فلوس أنا بدي إياكي بس تفوتي على موقع فليبة بلاش فليبة على موقع مثلا domainmarket.com على Sido على GoDaddy Auction المزادات GoDaddy وشوفي الأسعار يعني شوفي أسعار الدومينات فحتعرف إنه لا ما انتهاش بالنسبة إلي مثلا أنا كل فترة وفعلا بعملها بالكالندر يعني بالكالندر عندي كل فترة كل شهر بحط مثلا عدة ساعات بأيام مختلفة أبحث فيها عن دومينات وكل مرة كل شهر بلاقي دومينات حاليا عندي مش عارف عندي يعني مجوزة 12-13 دومين مهيئين للبيع موجودين عندي بالأكاونت تمام مهيئين للبيع في منهم ثلاثة أنا متأكد يعني لقطة جبتهم وطبعا ليش كيف جبتهم مش إني ذكي أو إني مثلا أنا باحث عظيم أو فنان لا يعني لأني بدور كل يوم لأني كل فترة من الفترات اللي أنا حاطتها لهذا الموضوع بدور بالشكل الصح وبالتالي أكيد حلائي دومينات فهذا هو الموضوع إنك إنتي ما تعتبري بيزنس لوحده لأنه مش بيزنس لوحده هو فرص تمام أنا عندي بخانة الفرص حاطته تمام لكنه فرص رائعة جدا فممكن تجد دومينات فعلا تشتريها مثل الدومينين اللي حكيت عنك بحكي لك عنهم اشتريتهم بـ 9 دولار لكن أنا متأكد أنا متأكد إنه هيعدوا الخمس تلاف دولار لأنه فعلا رهيبين أوكي ففرصة هل كل دومين بشتريه ببيعه بهذا الروي العالي نسبة العائدات الرهيبة لأ طبعا أكيد لأ بس كله مربح كله مربح والمش مربح منه بحطه على موقع شهرين ثلاثة أربع ببيعه وبربح ما فيش مجال فنعم متاجر دومينات حلوة جدا لكن بدك تعرفي كيف تدوري بدك تعرفي كيف تبحثي عن الدومين بدك تعرفي ماضي الدومين مهم ما تشتري الدومين عمياني كده لأ لازم تعرفي ماضي تعرفي في جوجل مش في جوجل كان علي أدسنس ما كانش علي أدسنس كان علي موقع ولا لأ عمره فهمي علي فهي الأمور كلها لازم تعرفيها بالضبط عشان لما تشتريه تعرف إنه لأ مليون بالمية سعره أغلى مليون بالمية لما أعمل عليه مزاد حيشتروه أغلى نعم في دومينات حتى الآن يعني من أسبوع تقريبا في دومين باع مش عارف كم بسبعمية وخمسين ألف دولار فأيوه في دومينات لحد الآن الناس بيشتروها بمبالغ كبيرة جدا جدا فوتي على فليبة فوتي على دومين ماركت على جودادي وبس من غير ما تسجلي فوتي بس وشوفي الدومينات أسعارها شوفي يعني في فليبة أعتقد اليوم اليوم في دومين اسمه cpu.com دومين حلو جدا يعني cpu.com ثلاث أحرف وإلو معنى فحلو جدا طبعا مش عارف أعتقد المازات تبعه وصل 100 ألف ولا 70 ألف مش عارف فهو مشتريه بجوزة بعشرة دولار تمام فهي هاي المشكلة في موقع حلو جدا بحب دايما أفوته اسمه دومين نيم بايو أو دومين بايو مش عارف فوتوا على جوجل أنت اكتبي دومين نيم بايو بايو اللي هي بي آي أو تمام وشوفي اكتبي أي كلمة بدك إياها وشوفي أسعار الدومينات أسعار الدومينات اللي نباعت بسعر البيع فايش رهيب بصراحة حتشوفي دومينات لو ركستي وانت بتبحثي حتشوفي دومينات إن باعت مثلا ب1999 بمبلغ 150 ألف دولار تمام نفس الدومين إن باع بال2012 بمثلا 2.5 مليون دولار تخيله؟ وهذا شو يعني؟ هذا يعني إنه في ناس لعيبة ناس بتشتري بمبالغ وعارفة إنه بعد أكم من سنة حتشتريها هتبيعها بمبالغ أعلى فأيوه متاثر الدومينات رهيبة جدا جدا ما تعتبريها بزنس لوحده اعتبريها فرص خليلها وقت يك زي ما أنا بعمل وقت وهذا الوقت خلص حددي وخصصي إنك تبحث عن دومين تمام؟ أول شهر ملقتيش بلاش ثاني شهر بلاش عالفرصة ربنا ما أراد حتى الآن ثالث شهر رابع شهر بتلاقي واحد اثنين ثلاثة ستة سبعة بعدين بتبدأي إيش؟ بالعائل هيك تضبطيهم تطولي عمرهم تبيعيهم في مزادات وبالسعر اللي انت بدك إياه وقتها حتشوفي إنه أوكي حلو بس هل هو بزنس لوحده؟ لا طبعا طب أنا عارف إنه طولت كتير وإنت أسلتك كانت قصيرة عنتي حكيت سؤالك بدقيقة ونص ممكن وأنا جوبتك بخمسة عشر فأنا آسف جداً على التأخير وإن شاء الله أكون عدرتك بشكل الصح وشكراً جداً إليك مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر